السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة انا هقول لكم روتيني قبل منام ده طبعا انا كان عندي ديوف وكده وكان فيه اطباق من بين النهار يعني من اطباق الغداء فهم جم فجأة فعلشان كده انا حبيت ان انا يعني اوريك وانا بعمل روتيني قبل منام اول حاجة وبص على المطبخ لازم يا جماعة المطبخ يبات ما تشطب ونضيف وتم تمام وبقفل الشفوات بتاع المطبخ علشان طبعا هو باصص على المنور عشان ما يدخليش اي حاجة اي حشرات او دبان او اي حاجة وهبدأ ان انا اخسر الكبات الاول طبعا انا كنت عاملة مكارونا النهاردة في التاجن الفخار ده فبعد كده انا حطها في الحوض وبلاه وهبدأ ان انا اشطى بكل الكبايات واحدة واحدة اه طبعا يا جماعة احنا بنخسر الكبايات الاول اول حاجة تبدأ بها الكبايات فيه ناس بتبدأ بالحلل وبعد كده الحاجات دي في الاخر خالص اه حاجتك الكبايات تخليها في ايه في اخر حاجة تحط بسلكة كده صغيرة وتبدأ ايه وتبدأ ان هي تنظف بيها بس بعد كده انا اهو انتهيت من الحوض وبدأت ان انا اصف الميا منه وهبدأ ان انا اكمل باقي الكمية بتحت المواعين اللي معايا اهم حاجة يا جماعة المطبخ يكون فاضي خالص من المواعين والحوض يبقى بيلمع هبدأ ان انا ادعاكم اه البريل يا جماعة انا بشتري بريل البريل السائل ده اللي هو اه بالكيلو انا مش بشتري اه كنت دايما يعني بستخدم اه فيبا كان حلو وجميل وكده بس انا مشكلة ان انا اه بهدر بريل كتير فبحتاج ان انا اه اخد كمية يعني فبفضل ان انا اشتري اللي هو بالكيلو او ما ممكن ان انت تجيبي خلطة بريل وتعمليها تعملك تمانية لتر برضو بتبقى جميلة وحلوة بتبقى تقيلة جدا اه بقى اعملهم اه هعملها معكو في مرة يعني دي الكنكة بتاعت القهوة برضو هخسلها وهخسل باقي الاطباق والمعالق اللي معايا اه والله يا جماعة اهم حاجة ان احنا اه نهتم بنظافة بيتنا احنا ما نعرفش مين هيدخلو اه ضيف بتجي فجأة بدون اه مقدمات اه احيانا اه مش بنبقى عاملين حسابنا يعني بنبقى عادين براحتنا واي بيت في اطفال دايما بتبقى لازم ان انت عاوزة تروقي على طول وباستمرار علشان اه لو اي حد دخل عليك فجأة تبقى انت واسقة من نفسك وبيتك نضيف وزي الفل انا مش بقولك ان انت قيادي حرية اولادك لا بالعكس خليهم يلعبوا يتنططوا ويفرحوا وانت ربنا يديك الصحة ويجبر بخاطرك ويقويك ويساعدك ان انت يتنظفي وراهم وبكده اكون انا اه خلصت الموعين هجيب اه هجيب السلكة حبة البريل واخسل التواجن ده بتاع الفخار اللي هي مكان المكارونا ده من التواجن الجميلة جدا يا جماعة ان انا بحطها في الفرن جوه الفرن اه مش على الفرن انا ربطوش ان انا احط على الفرن بصراحة اه بحط من جوه الفرن لو عملت اه طاجن لحمة او طاجن فراخ فيه او طاجن مكارونا بالكبدة او اي طاجن اه في الفخار ده بلاقي طعمه جميل جدا جدا وطعمه جميل وبيبقى طعمه مميز اه بعد كده انا انتهيت اهو من غسيل المعالق هبدأ ان انا ارصها اه في صفاية المعالق اه ازازت البابس يا جماعة اللي على الحوض دي انا اه بشوى عليها الفراخ فطبعا هي اساسية معايا في المطبخ يعني انا مش برميها ولا حاجة اساسية معايا اه بيوتنا كلها مليانة خير وبركة اه كل واحدة لازم تحب بيتها وتعتبره ان هو اصر لها اه تنظفية وتروائية وتجي يوم الجمعة كده تشغل اخور وتشغل القرآن وتسقبل يوم الجمعة وانتي بصدر راحب اه بيتك حبيه على وضعه اطوري فيه اه يعني مفيش حد بيعمل مفيش حد بيطلع يلاقي بيته اه سوبر لوكس لاقي يا جماعة كل الناس بتتعبوا كل الناس اه بتجتهد علشان توصل للمكان اللي هي عايشة فيه ايا كان بيتك حبيه وايا كان مطبخ حبيه اه المطبخ بتاعك اه 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 تم بيه النظافة يا جماعة اه زمان خالص اه 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 اجدادنا اه كانوا عايشين في بيوت بدون بلاط وبدون سراميكو كانوا راضيين وكان عندهم قناعة رهيبة اه اه فاحنا عاوزين ان احنا يعني اه نرضى بالربنا الدهنة ودايما نحمد ربنا ودايما نشكره على النعمة اللي احنا فيها احنا بنفتح الحنفية فيه سخن وبارد بنفتح السخان بنلاقي المية السخنة نزلت لنا فالحمد الله حمدا كثيرا مباركا فيه اه انا لميت الغسيل وبدأت ان انا اه دخلت قودة بنتي هبدأ ان انا ارتب هدومها وطبقها وارصها فضل بها اه انا حق ده يا جماعة انا لميت الهدوم قبل ما نام فطبعا علشان ما ينفعش ممكن اي حد يجي اه فجأة فحبيت ان انا اه المه وبعد كده هحط غسيل تاني اه الغسيل يعني سبت بتاع الغسيل انا حطيت فيه غسيل تاني علشان هاخسله طبعا الشنطة دي انا بفضيها عشان كنا في مشوار انا وهي انا وبنتي وهبدأ ان انا افضل حاجات من الشنطة وهبدأ ارص هدومها في الدولاب بتاعها انا هنا رحت للدولاب بتاعها فض الدولاب كله وهبدأ ان انا ازبطه وهروأ هنرجع اه يا جماعة ان احنا نتكلم شوية جلام كده اه كل الناس بتعرف تروأ وكل الناس بتعمل روتينيات وكل الناس بتنظف لكن انا حابة تكلم معاكم في حاجات اه يعني حاجات مثلا بتشغل بالنا كلنا فلانا عندها بيت احسن مني فلانا عندها شقة احسن مني ربنا بيوزع الارزاء ومقسم الارزاء كل واحدة كل واحدة واخد اربعة وعشرين ارات مش نقصين ارات واحد كلنا اه يعني الحاجات الحلوة في حياتنا متساوية بس المشكلة ان ربنا بياخد حاجة من واحد وبيدي حاجة تانية وهكذا تمام اه فباذن الله كده ربنا يكرمنا جميعا ويحقل لنا كل احلامنا يا رب وربنا يعني يعني يكتب لنا بدل الشقة دي تبقى تبقى بيوت وقصور في الجنة باذن الله ازا ما كانتش في الدنيا تبقى في الجنة اه دايما اه وانت بتعملي اي حاجة في بيتك تروائي تعملي اه دايما اذكر رسانك بذكر الله استغفري كل قوضة اعمليها مثلا اه في قوضة الاطفال دي انا هنضف وهستغفر لغاية ما خلصها في غسيل الموعين انا هفضل استغفر لغاية ما خلص غسيل الموعين دايما تخلي لسانك اه بذكر الله حاضر احنا يا جماعة مش مشايخ ولا كده لكن انا بكلمكم على حاجة شخصية انا بعملها والله العظيم اه الحاجات اللي انا يعني انا مثلا نضفت قط الصالون بفضل استغفر لغاية ما اطنع دخلت قط السفرة ده ده يعني احيانا ربنا بيذكرني واعمل كده واحيانا بنسى بنسى الانسان دايما بينسى بس انت لما دايما لما دايما تخلي الحاجة دي عادة لما تخليها عادة عمرك ما هتبطل لها اه اطفالك لهم حق عليك وانتي لك حق علي اطفالك بيتك حياتك ربك اه لازم كلنا علينا حقوق لينا حقوق علينا واجبات لازم نقديها على اكمل الوقت نضفت بيتنا دي واجب علينا واجب لان انت ربنا مديك الصحة وربنا كرمك باطفال ربنا يرزق كل مشتاء يا رب العالمين دايما تحافظ على بيتك وتجمليه اه ابتكر في الدكور مش لازم ان انت تتصرفي لكن انت ممكن تبتكر في الدكور انا عادة بحب الناس اللي دايما تغير في شقةها تغير في نظام حياتها اه دايما يقولك سمعت واحدة بتقول الانسان اللي دايما يتعوت على التغيير يبقى خلاص يغير كل حاجة حتى ولو حياته اه انا ممكن اغير حياتي للأفضل بس مش بمعنى ان انا اغير اولادي واغير جوزي لا طبعا اغير حياتي ان انا اغير طريقة كلامي طريقة تعامل مع الناس طريقة اه يعني لو حاجة سلبية فيها انا اغيرها بكده انا انتهيت من دولاب بنتي وهبدأ ان انا احط الغسيل في الغسالة وهحط دي اغسلت فوق في الاوتوماتيك دي بتستخدم المسحوق العادي يا جماعة اه فانا هزبط البرنامج بتاعي وهسيبها اه تشتغل مع نفسها هبدأ ان انا انفض الريسيبشن بتاعي طبعا يا جماعة انا مش بصخر خالص اه انا في الكنبة دي اما انفضتها اه فوش يبان فاضطريت ان انا افرش على طول وهوريكو تنفيذ في الكنبة التانية يا جماعة الكنبة بتاعتي دي شمو يعني اللي هو ايه اه قطيفة زي القطيفة كده فتلاقيها ان هي تحس ان هي مطرابة يعني لكن هي مش مطرابة هي لونهر ماضي وكمان قطيفة هديكم شايفين انا بنفض بالفوطة مفيش اي طراب نهائي طالع وهبدأ ان انا اروى طبعا توق بنتي مالية الدنيا ومالية الاماكن كلها هبدأ ان انا ارتب وارص الكنب اه المساني البتاعتي كويس جدا وبعد كده هحط المفارش وبعد كده اسية الارضية ده روتيني قبل النوم يا جماعة علشان كان عندي ضيوف وكده ويعني انا بحب اعمل احتياطاتي على رأي على رأي ماما اه كانت دايما تقول لنا احنا صغيرين اتنس بيتك ورش ومتعلمش مين يخشه اه فانا هبدأ ان انا انضف المع الازاز بتاع الترابيزة وهبدأ ان انا اصيق الارضية لازم يا جماعة تهتم بنظافة بيتك اه في ناس بتدخل عندك لاول مرة والانطباع الاول يسود دائما يعني بيتطبع في دماغي الواحد فالازم ان انت تبقى حريصة على نظافة بيتك ونظافة نفسك وبعد كده ان شاء الله هعمل فيديو آآ روتين كده على عن النظافة الشخصية آآ وبازن الله هتبعوني والله ما هتندون ان شاء الله تعالى يعني ربنا يكرمنا واكرمكم جميعا يا رب العالمين ويجعل النظافة دايما في دمنا والنظافة دي سلوكنا ومن من الاسلام طبعا ده الصالون انا هبدأ ان انا اسياءه كده علشان انا لسه مسحي قبل ما انضيوف تيجي فالضيوف جد طبعا واللون الاسود بيسيب بصمات وكده هبدأ ان انا حاول اسحب الترابيزة بس طبعا الترابيزة آآ تقيلة علشان الفرش بتاعي كله عمولة آآ فتقيلة شوية مش هقدر ان انا اشدها آآ بس آآ فحاول ان انا نقولها كده وبعد كده هبدأ ان انا ان انا انفض الصالون آآ انا زي ما قلتلك يا جماعة انا مسح الشقة قبل ما اضيوف تيجي فهبدأ ان انا اسياءها كده خفيف خفيف وانفض الكنب عشان لو فيه اي رواسب آآ او اي تراب او اي بقية اكل من الاطفال او شوكولاتات او حلويات علشان ما تعملش نمل طبعا هبدأ ان انا اسياء الدنيا دي كلها وهرجع لمرجوعنا تاني فيه كم طبق كده في الحوض هروح اشطب عليهم واخسلهم ده جماعة البريل اللي انا بستخدمه ده بريل بالكيلو اللي هو الكيلو باتنين جنيه يعني طبعا البيوت مش بتتكفى ولا ودايما الانسان النضيف دايما بيستخدم بريل كتير واريال كتير ونظافة كتير انا النهاردة جايب لكم معي اختراع انا اه الشباك بتاعي مش عاجبني من برا دايما ملطخ كده ومش نضيف علشان انا ما كنتش عارفة اخسله ازاي من برا لغاية ما جبت الاسفنجة اسفنجة استحرية دي وهبدأ ان انا الم مع كل ما اغسل من قدام يضغسل معي من ورا شايفين منظر الجميل ده طبعا دي قضة الاطفال عندي بس الازاز عايز يتفايا فانا هبدأ ان انا اعمله كده وبعد كده هشوف له اي استيقل لاسق ان هو يشيل الدوق ده علشان انا مش مستغلها في حاجة يعني حتى لو فيه ديوف جات عندي ببقى محرجة جدا لما هما بيناموا ويجوا الصبح يعني اول ما الشمس بتطلع اه طبيعي بيصحوا شايفين الفلاتر بتاعتها اتملتين وطراب طبعا من مناظر الشباك فهبدأ ان انا لمع منبرة ومعي الجلاسيز ده هبدأ ان انا ارش عليها وبعد كده هخسلهم تحت الحنفية وارجحها زي ما كانت دي يا جماعة انا مشتريها اولاين اه اشتريتها ب37 جنيه اه او ب27 مش متذكرة لكن هي جميلة جميلة ونظفت الشباك وتمام تمام زي الفل يعني عجبتني بس المشكلة ان الفلاتر بتاعتها دي اه صغيرة بس بتنظف يعني انا كان رأيي ان هي تبقى كبيرة احنا هنحطها الحبل اللي هو الخط الكبير ده يبقى معاك من جوة علشان تقدري تتحكمي فيها كويس جدا بس بصراحة اه جميلة شايفين نظفتها زي المساحة بتاعت الجلاس بس يعني انتي زودي ميا وزودي اريال هي مش هتقع معاك تمام آآ وبعد كده لكن انا لما ما كنتش انا خلاص كنت بنشف فما كنتش حطى كمية بريل خلاص انا بنشف علشان آآ احاول ان انا كنت جاي بقى استيكر كنت عاوزة ان انا افايمها وبكده انتهينا من الازاز وندف شكرا جدا اشتركوا في القناة